ابن صديقتي شاب محترم في الاربعينيات عمل حادث بسيارة نتج عنه وفاة شخص بالخطأ وحكمت المحكمة بده وانتهى الامر بان عليه صيام شهرين متتابعين وهو مريض سكر فقام باطعام ستين مسكينا فهل هذا يجزئ نعم اذا الاطباء قالوله لن تستطيع لان شرط صيام الكفارة العظمى شرطه ان هو صيام شهرين متتابعين حتى لو كان القدل ده خطأ حتى لو كان القدل ده بليه طيب عشان الناس تحس بحرمة الله بحرمة النفس وحرمة الدم اللي اهدر هو ما كانش فرخة ده كان بنا ادم فعشان كده ايه اللي حاصل فهو عليه ان هو يصوم شهرين متتابعين طب اذا كان هو الطبيب ما يسمع الطبيب قال لا ده ما يستحملش ان هو يصوم شهرين متتابعين الطبيب قال ما ينفعش ان هو يصوم كده طبعا نعمل ايه بقى المسألة سهلة خلاص بنسيب المسار ان هو خلاص مش قادر يصوم ده فبنعمل ايه فيطعم عن كل يوم مسكين فيبقى عندنا يصوم شهرين متتابعين دولة ستين يوم يبقى يعمل ايه يطعم ستين مسكينا زيه بالظبط الام ما بيكون عليه كفارة عظمى يبقى عليه ان هو يعمل ايه يبقى يعمل ده لان هو عليه الكفارة العظمى وهو سيام شهرين متتابعين فاذا هو اطعم ستين مسكينا من اوسط ما يأكل يبقى هو خلاص فعل ما وجب عليه وبريئة زمته وبريئة زمته عشان انت في السؤال بيقولي فهل هذا يجزي اه الاجزاء هنا معناه براءة الزمة نعام اذا اطعم ستين مسكينا من اوسط ما يأكل هو بكده يكون خلاص بريئة زمته ويكون هذا الاطعام مجزئ عن ان زمته قد انشغلت بصيام ستين يوم يبقى ايه اللي حاصل يبقى اطعم ستين مسكين يكون مجزئا ويكون ذلك كافيا في ان يخرج من عهدتي ذلك الصيام الذي هو الكفارة العظمى اشتركوا في القناة